الوصفة عشان ممكن تبعته كمان على الكل سنتر ممكن ما هو في الكل سنتر فيه وقت سايب كمان على الشاشة العرقام اللي موجودة شكرا يا عزيزي هنقول وصفة ترتب البشرة وتنعم البشرة وتزيل الخلايا الميتة من البشرة توصفة تاني يعني بنعمل يا جماعة بشرة وصفة للبشرة عشان تعمل ثلاث حاجات تنعم البشرة وترتب البشرة وتشيل الخلايا الميتة وتوحد لون البشرة تاني الوصفة اللي هنعملها دلوقت وصفة للبشرة عشان ترتب وتنعم البشرة وتزيل الخلايا الميتة يعني سكراب يعني وفي نفس الوقت هتوحد لون البشرة باشي حتة فتحة وحتة غامة وحتة بني وحتة خضرة والحاجات دي الوصفة بتاعتنا ببساطة جديدة جدا اهي ونعمل لكم على الهواء عبارة عن سكراب يشيل خلايا الميتة برافو عليكي برافو عليكي معلقة السكر تمام ومعلقة بني وده عندنا ومعلقة زيت زتون ومعلقة عسل ابيض حلو كده حلو جدا ايه رأيك بس مش مش تقولها حاجات كلها في البيت اصلا برافو عليكي كل الحاجات دي في البيت هنبدأ الاول بالعسل اللي بيض اوكي اوكي ونبدأ بالسكر عشان ناخد المعلاقة بتاعته معلقة سكر ايه طبعا دي معلقة صغيرة احنا ناخد معلقتين يعني معلقة كبيرة معلقة سكر اهي خدنا معلقة ايه معلقة كبيرة من السكر وناخد عليهم معلقة عسل معلقة ايه عسل اهو هبصوا العسل عسل نقي طبعا احنا عندنا عسل نقي في الفرقة بتاعتنا انه عندنا فروع برضو موجودة تقدروا تاخدوا منها المنتج. انا شفتوا قبل الهوى ان العسل ده من المنتجات بتاع حلاتك. برافو عليك ايه. عسل حساسية. عندنا ملحل برضو خليب قليل. طيب العسل عالسكر عشان يبقى عسل مسكر. ده اول حاجة. ماشي? يبقى عسل ايه? مسكر. اه طب دكتور هو سكر خشن ولا سكر العادي? سكر خشن. السكر بضرة. لازم الحبوب دي. اه. البتاع اللي هو بيبقى السكراب اللي انت بتاع الحبايبات دي انا محتاجها. شان لما اجدك بالبشرة بيشيل كل الجلد الميت. هناخد برضو معلقة اه بون. اهي. اوكي. معلقة بون. واخد ايه معلقة زيت الزتون. طيب كده انا ايه? قلبت الاول العسل مع السكر. وخدت معلقة زيت الزتون. زيت الزتون ده برضو ممكن تلاقف منتجات حساسية. طبعا عندنا. كل حاجات ده يا جماعة عندنا والمنتج نفسه عندنا. عندنا صنفرة بالخيار وعندنا صنفرة بالرمان وعندنا صنفرة. بس انا يعني انا بقول اللي ايه? الفقيل اللي زيت حالاتها يعملها في البيت. والغان اللي زيت حضرتك كده. نشتريها جاهزة. طبعا. طبعا. او اخدها من عند حضرتك. ما اخدش لها جاهزة من عندنا. مش واقول بعد ما اعملها الشري من بره اهي. اهي بصة جميلة اهي. اخد بالك. لو بشرتك حساسة. مش هديك جنب اللمون. ام. لو بشرتك عادية. هتجيبي له رشة اللمون. بصوا اللمون اهي? هنحط نقطة صغيرة اللمون اهو. ام. لو بشرتك ايه? مش حساسة. مش حساسة. لو بشرتك حساسة. ما ينفعش. ما ينفعش اللمون. الحقيقة طبعا. 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 ممكن نستكفي بصة. يعني لو البشرة حساسة ما تحطش لمون خالص. ام. مخده لبالك. هنحط دي خلاص. اهي. اوكي. وهنقلب عادي خالص جدا. اهو قلبنا الوصفة بتاعتنا. اهو. بص بقى بدي حاجة طبيعية قوي. ام. تفتح البشرة. وتشيل الهلات السودا. ام. وترتب البشرة. وتنعم البشرة. وتوحد لون البشرة. كل ده. وتدع الحبوب بردو. نعم فاديم? وتدع الحبوب بردو. وتدع الحبوب. وتفتح المسام. ام. وتنشر الدورة الدموية في البشرة. هنعمل ايه? اخدناها اهي? بص الوصفة بتاعتنا ايه? هتعملها زي ماسكة على بشرتك. ماسكة على البشرة. مرة واحدة كل يوم. بالليل. سيبها ربع ساعة. ام. وبعد كده الاول قبل ما عبل ما تحط التركيبة بتاعتنا. ام. بتجيب فوتها سخنة وتبتدت ايه? تنشر بها. امسح بيها بشرتك. بالضبط. عشان تفتح المسام. ام. وبعد ما نحط دي لمدة ربع ساعة. هنجيب ايه? ميت ورد. تخسلي وشك بميات الورد. او. ممكن قطنا. قطنا. براب عليك. براب عليك. تنر. عشان تقف المسام. بلاش تخسلي وشك بميات الورد. قطنا تنر. اه. وتروح من النظافة. هتلاقي. بالجامعة كربوها معلش مش تخسر اي حاجة. وانتوا قاعدين بتفرجوا عليك كده بدل ما بتضيع وقت. منضع اين وقت يوقتوكو كمان. حضرتك ببساطة جديدة مع علاقة سكر مع علاقة بون مع علاقة عسن مع علاقة زيت زيتون. كله عندك في البيت. لو دخلت المربح اقسم بلاد لها تلا تلاقي كون. فعلا الحاجات سألو بسيطة وميات لها عندنا في الوصف. وص الوصفة. وراحتها كميلة. مم. وهتخلي. الله تخلي راحة بشريطة حلوة. يعني حتى وهي عادة معجوزة كده يشم راحة قهوة. بغضبالك. مم. هو ايه.